شكراً لكم في القناة ساينس وازم ساسماء أهلاً بيكم يا حبيبي إحنا لسه في شرحنا في هنبدأ نشرح في أو الجهاز الجهاز الإخراج اللي موجود في الإنسان طبعاً أي جسم بيقوم بعملية الهضم زي الهيومن بادي كده بيطلع من ويست بتطلع فضلات الويست زيت بتخرج من الجسم بعدة طرق من عن طريق عملية الإخراج تمام مهمة جداً إن الجسم يتخلص من الويست النتجة عن النتجة عن حرق الطعام داخل الخلايا طيب أنا بيطلع عندي الويست زيت بتبقى هارمفول الهيومن بادي فلازم الجسم يعمل لها او يخرجها بره الجسم بسهولة طيب عملية الاكسكريشن الاكسكريشن بروسس أو عملية الإخراج مثلاً بيقول عليها أو بعرفها بيقول عليها it's the process through which the body get rid of waste material produced from the cell يبا هي العملية اللي من خلالها الجسم يتخلص من المواد الضارة أو الفضلات اللي بينتجها الخلايا تمام it is the process through which the body get rid of waste material produced from cell عملية الاكسكريشن دي قلنا it's very necessary to remove waste material عشان تمشي waste material resulting from burning food inside the body cell through their membrane من خلال الأغشية بتاعت الخلايا الخلايا بتجمع waste materials وتطلقها من خلال cell membrane وتوديها على blood vessels والblood vessels وتوديها بقى للأجزاء اللي موجودة في جسم الإنسان المسؤولة عن الإخراض طب فيه حاجة مهمة جدا هل ال stool يعتبر مع أنه من ال waste هل هو يعتبر من excretion process لا لأ لأنه مش جاي من جدار خلية ده بقاية طعام اتجمعت وخدنا منها الووتر زيادة وتحولت الاستول وخرجت من الجسم through the anus فعشان كده الاستول أو الفيس ما بيعتبرش ايه ما بيعتبرش excretion process لأنها الفيس doesn't pass through any membrane to leave the body والفيس is formed due to undigested food أنه ناتج من الطعام غير المهدوم وأنه بيخرج مباشرة من الجسم دون المرور من أي غشاء من أخشاة الخلايا إن عملية excretion in الwaist طالعة من السل من خلال ورايحة للبلد عشان تخرج بره الجسم طب ايه هي الأجزاء اللي في جسم الإنسان المسؤولة عن عملية الإخراج ثلاث حاجات الاسكان اللي هو الجلد respiratory system الجهاز التنفسي والurinary system الجهاز البولي أول حاجة الاسكان بيطلع ايه بيطلع عرق العرق دوت waist طلعه من الخلايا through the pores in your scan the waist leave the body من خلال الفتحات أو السقوب أو المسام اللي موجودة في جلدك بيخرج العرق من خلال الخلايا دي تمام فالسكن بيطلع ايه السويت اللي هي waste material leaves the body through pores in your scan طيب الrespiratory system بيتخلص لنا من ايه من الكربون ديوكسايد through the lung عن طريق عملية الإجزهيلاشن الزفير بطلع الكربون ديوكسايد through your lung في the waste material طيب الurinary system وده بقى موضوع لسه النهاردة الurinary system أو الجهاز البولي هو فايدته إن أنا بتخلص منه من ال waste material from the blood in the form of urine يبقى هو remove waste material from the blood in the form of urine بيتخلص من الفضلات أو المواد الضارة من الدم على هيئة اليه الurine أو البول تمام طيب بيتكون من ايه بيتكون من two kidneys اللي هم الكريتين وtwo nerve tubes انقبوبتين كده وفيعين جدا بيوصلوا بالbloodger اللي هي المثانا والمثانا بعدها بتطلع the urine through the urethra أو مجرى البول أول حاجة كده التو كيدنيس ايه هما التو كيدنيس دول التو كيدنيس دول ده عبارة عن organ موجود في urinary system شبه كده شبه شبه حباية الفول كده بالزبط أو الفاصولية تمام بيتكون من ايه ده عبارة عن الفلتر اللي هيفلتر الدم كأنه جايب فلتر بيبر أو ورقة كده بصفي بيها المصفة اللي هتصفي الدم من الفضلات اللي موجودة فيه قالنا ان الكيدني دي بتكون من اجزاء صغيرة جدا ما بقدرش اشوفها غير under the microscope اسمها النيفرون النيفرون دول هي الميكروسكوبic filters of the kidney ده كده الفلتر بتاع الكيدني الارتري اللي هو الشوريان يجيب الدم مليان ويست ويعديها على الفلتر بتاعت الكيدني دي فالكيدني تبدأ تفلترها وتسيب الحاجات المفيدة بتاعت الدم اللي هي الصفائح الدموية واجزاء الدم المهمة وتطلع منها الايه وتطلع منها اليوريا ايه هي اليوريا دي دي المادة النتجة عن هضم البروتينات في الجسم البروتين لما بيحصلوا دايجيشن بيطلع منه اليوريا فانا عشان اتخلص من اليوريا اليوريا دي مادة ضرة للجسم ما ينفعش تستنى فيه الدم يروح على الكيدني يحصلوا through the nephron تمام ويتخلص من اليوريا واليوريا تروح ما ايه ادي النفرون اهي لما ايجي ابص عليها ادي الكيدني والكيدني لما اكبر حتة منها بشوف الفلتر بتاعتها اسمها الايه النفرونز النفرونز دي بتتخلص من ويست ماتيريل اسمها الايه اليوريا طيب اليوريا دي جاية منين من ال دايجيشن اف بروتين طيب النفرون دي هل ممكن تعديلي دم لأ ما بتعديش الايه البلاد سيلز خالص هي بتعدي اليوريا بس لانها ديقة جدا وال البلاد سيلز كبيرة فمش بتعدي من خلالها الدم يبدأ يتفلتر ونخلص منه الايه نتخلص من اليوريا والمية الزيادة اللي فيه ويبدأ يجمعلي اليورين يجمعلي الايه اليورين او البول يعدي في ال two noro tubes دي اليورين تمام اللي هما two noro tubes اللي هوا two slender tube اللي هما بيوصلوا من الكيدني للبلودر they carry the urine from the kidneys to the bladder بيحملوا اليورين من الكيدني للبلودر وبعد كده البلودر بتجمع اليورين لغاية ما تتم عملية اليورين تمام واليورين get out through the body through a urethra من خلال مجرى البول تمام اوكي يبقى هنا بيقول لنا اول حاجة ان البلود سيلز and بروتينز are too large to pass through the filter اللي هي النفرون دي سوقة كبيرة جدا من فاشة عدي من النفرون so they stay in the body تمام يستنوا في الجسم النفرون هيعدي ايه هيعدي اليوريا والووتر بس اليوريا والايه والووتر واليوريا مع الووتر هيدينا اليورين اللي بيخرج من الجسم في عملية او التبول او التبول بقول عليها it's a process of expelling urine from the body تعالوا بقى نعمل check our understanding وناخد اول سؤال true or false the digestive system the digestive system is responsible for collecting and removing waste material produced from the cell the digestive system مسؤول عن collecting and removing waste material طبعا ده غلط هو l-execretory system number two from organs responsible for excretion is the cell is the skin from organs that responsible for excretion is the skin طبعا صح l-skin respiratory system urinary system urinary system consists of two kidneys and urethra only two kidneys with urethra بس لا ده two kidneys with two narrow tubes with bladder with urethra يبا دي رونق تعالوا كنا نشوف النفرون بيقول لنا نفرون are ولازم نختار بقى من الفورز دول vessels for holding urine before it leaves the body هي أوعية بتحفظ البول قبل ما يخرج من الجسم ولا the place where the urine leaves the body ولا هو المكان المنخلال الرئيس بيخرج للجسم ولا organs that break food into smaller parts هو الأعضاء المسؤول عن هضم الطعام وتكسير الأجزاء بسيطة ولا microscopic filter that remove harmful substance from the body هي الفلاتر المايكروسكوبية اللي بتخرج الأجزاء الضرة والمواد الضرة من جسم الإنسان فاحنا هنختار نيفرون or مايكروسكوبية filter that remove harmful substance from the body يارب نكون استفادنا من الفيديو النهاردة من المتساش نعمل سبسكرايب وشير كتير للفيديو وفي بداية الفيديو اكبروا كده البكتر عشان الكتابة مواضحة معايكو وانتظرونا في الفيديو الجديد اشتركوا في القناة